موسيقى اهلا بكم الى موجز اخبار الان اعلنت قوات السورية الديمقراطية انها اصبحت على بعد 20 كم من الرقة بعد سيطرتها على مركز اتحاد الفلاحين ومعمل غزل القطن وسجن شمال المدينة وفي سياق متصل ذكرت المصادر ان اربعة اشخاص من بينهم طفلان قتلوا جراء انفجار لغم ارضي في قرية شنينة بريف الرقة الشمالي بعد تسلل احد افراد تنظيم قربه كما قتل اخر قنصا غرب مزرعات الاندلس اعلنت المعارضة السورية مشاركتها في محادثات جينيف بنفس تشكيلة وفد الجولة الماضية في حين يصل الى دمشق اليوم نائب المبعوث الدولي سيفان ديمستورا السفير رمزي عز الدين رمزي وذلك لاقناع نظام الاسد بالمشاركة في المفاوضات التي تعقد بين السادس عشر والتاسع عشر من الشهر الحالي برعاية الامم المتحدة في المقابل لم يعلن نظام الاسد حتى الان نيته المشاركة في مفاوضات جينيف الا انه عمل في الاوينة الاخيرة على التسويق لعدم فعالية محادثات جينيف اعلنت الامم المتحدة ان اكثر من ستمائة وثلاثين الف مدني نزحوا من مدينة الموصل العراقية منذ بدء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش هناك في تشرين الاول اكتوبر الماضي وقال المتحدث باسم المفاوضية السامية لشؤون اللاجئين اندري هاسيتش ان هذا الرقم يشمل اربعمائة واربعة وثلاثين الف شخص نزحوا من غرب الموصل منذ منتصف شباط فبراير الماضي افدت مسودة بيان اجتماع المجموعة السبع بان وزراء مالية دول المجموعة سيتعهدون بتوحيد الجهود في سبيل مكافحة تفاقم خطر الهجمات الالكترونية الدولية ودعت المسودة الى ممارسات مشتركة لرصد اي نقاط ضعف في النظام المالي العالمي سريعا واكدت على اهمية اتخاذ الشركات المالية والقطاعات في الدول اجراءات فعالة لتقييم وضع الامن الالكتروني تصعدت وطيرة الهجمات الالكترونية التي شنها قراصنة مجهولون على امتداد القارة الاوروبية فبعد ان اعلنت مجموعة من المستشفيات البريطانية تعطل خدماتها نتيجة لتوقف اجهزتها اشتكت مؤسسات وشركات اخرى في دول عدة من تعرضها لهجمات مماثلة وبحسب محللي مؤسسة فورس بوينت سيكوريتي لابس فان الهجوم ذو بعد عالمي اطال منظمات في استراليا وبلجيكا وفرنسا والمانيا وايطاليا والمكسيك وتمثل في حملة كبيرة من الرسائل الالكترونية المؤذية قتل مسلحان عشرة من عمال البناء في مقاطعة بلوشستان الجنوبية الغربية المتطربة في باكستان وفق ما اعلن مسؤولون وتبنى ناطق باسم الجماعة الانفصالية المعروفة باسم جيش التحرير البلوشي مسؤولية هذا الهجوم الى اللقاء